حيث أكد أعلان القمة العربية الثلاثين التي عقدت في تونس على دعم القضية الفلسطينية ومركزيتها وبطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نعم كما اعتبر البيان الإعلان الأمريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان باطلا شكلا وموضوعا والتأكيد على أن الجولان أرضا سورية محتلة وشدد على إيجاد حل سياسي سريع وفعال للأزمة اليمنية وأيضا الالتزام بتوحيد المواقف وتعزيز التماسك وتجاوز الخلافات بحضور ومشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اختتمت أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين بإعلان تونس والذي أكدت أبرز بنوده على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين والتأكيد على أهمية السلام الشامل والدائم أشغال القمة منذ البداية وحتى صدور البيان الختام المشترك استطاعت أن تبرز القضايا الهمة التي يطالب الشارع العربي بها الزعماء والأمراء والقضاء العرب وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية التي جرت تأكيد من كافة الزعماء العرب في كلماتهم على أولوية هذه القضية نستطيع أن نقول أن القمة العربية في هذه الدورة برغم المشاغل التي تحدث في هذه الدورة العربية قد قفزت مرة أخرى إلى الصدارة وحول القرار الأمريكي بشأن هضبة الجولان أكد البيان على اعتبار هذا القرار باطلا شكلا وموضوعا والتأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة التطورات الأخيرة بالنسبة لقضية الجولان السورية أيضا تواصل القضية الفلسطينية إلى جانب الأزمات العربية الأخرى في سوريا في ليبيا في اليمن وفي الصومال الشعوب العربية تتطلع إلى أن تكون بالفعل صورة العرب وصورة المنطقة العربية أفضل بكثير مما هي عليه الآن حتى نكون فاعلين حتى على مستوى القرار حتى على مستوى المواقف الدولية تكون المواقف العربية قوية وصارمة تجاه المشاكل كما تضمن إعلان تونس إدانة وسنكر الإرهاب بكل أشكاله في العالم كما أكد على تفعيل العمل العربي المشترك وبذلك أزل استطار على أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين والتي بحثت كافة القضايا والملفات العربية الهامة وسط آمال الشعوب العربية بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة موفي تلفزيون دولة الكويت أنوان مراد من تونس ترجمة نانسي قنقر